خلينا نروى على الموضوع الأخير فعلياً بهذا الشامتر بعد ما استعرضنا كل الـ Instructions بعضهم بشوية من التفصيل بعضهم مقتضر النقاش لكن رح نشوفهم كلهم لاحقاً خلينا نروى على آخر موضوع آخر موضوع إلو علاقة بـ Writing the Programs يعني إحنا حكينا كيف بكتب SLD Program عادةً بجيب بالـ Microcontroller للـ Pick Microcontroller رح يجيب الـ Computer تبعي اللابتوب أنزل عليه البرنامج الخاص بـ Microcontroller اللي اسمه الـ Impiler بتك تك افتح فايل اكتب الكود بالـ Assembly اجيب الـ Instructions اللي بتحتاجهم بخطهم بعدين بتكبس كبسة بتقول له Build ولا Compile ولا Assemble بغض النظر وبيعطيك هو إيش إذا ما عندك Errors بالـ Instructions اللي كتبتهم بعطيك إيش Binary بعطيك فايل فيه Binary Code للـ Instructions تقدر تأخذ هذا الـ Binary Code وتنزله وين على الـ Microcontroller تحمله على الـ Programment مع الـ Microcontroller فهذا الـ Part من هذا من الـ Chapter بيعلمني كيف أستخدم كيف أكتب البرامج باستخداء وكيف أستفيد من بعض الـ Features أو من الـ Features اللي بتيجي مع الـ Assemblers الـ Assemblers بكل بساطة هو البرنامج اللي بيستخدمه حتى أكتب الكود وحتى أحاولي بعدين لـ Machine Code فهذا بحكيلي هون عن الـ Assembler Details ففي الحالة الـ Assembler اللي بنا نستخدمه وإحنا في اللاب وحتى هون في المادة وحتى هون في الـ Assemblational على الـ Project أو الـ Assignments بحكيلي انت فعليا شو بتسوي بالبرنامج تبعك بتكتب إيش؟ Instructions وكل Instructions بتاخد سطر تنكتب على السطر فمثلا زي هون PSF Status 5 Move Literal كذا طبعا هون هاي يشوف Binary إنه أنا بعطيه الـ Value على شكل إيش؟ Binary إذا حطيت D بتصير Decibel إذا حطيت H بتصير Decibel فإذا المكونات السطر الواحد المكونات السطر الواحد اللي بكتبه على الأقل فيها إيش؟ الـ Mnemonic شو يعني الـ Mnemonic؟ الكلمة اللي بتعبر عن الـ Instructions اسم الـ Instructions وإيش؟ الـ Operants على الأقل فيه 2 Components وإذا كانت الـ Instructions زي Clear Working Register وما بتاخد Operants يكون لس في عندي إيش؟ الـ Mnemonic اسم الـ Instructions الآن ممكن أحط شغلات إضافية بس مش إجبارية بس أكيد إذا بدي أكتب Instructions لازم أكتب Instructions بشكل صحيح بس بادر أضيف عليها مثلا Comments زي ما كنا نساوي بالـ C++ بادر أضيف Comments على جزء معين من الـ Code حتى تفهم القارئ أو حتى أنت تذكر شو قصدك من إشي اللي كاتبه في هاي المنطقة من الـ Code والـ Comments في الـ MP Lab باستخدام Semicolon أحط Semicolon وتكتب اللي بدك ياه فهذا الجزء اسمه Comments Will not be Executed منوش معنا حسنا هذا إلك إذا كان هلا بادر أضيف Comments أخرى إشي اسمه إش Label بادر أضيف Label لكل سطر لأي سطر موجود في البرنامج تبعي شو أضيفة هاي الـ Label أضيفة هاي الـ Label It acts like a symbolic address للـ Instructions نحن عارفين إنه هدول الـ Instructions بتخزنوا في الـ Program Memory بـ Addresses صح؟ فإذا أنا I want to refer to some instruction مدال ما أظلني أتذكر الـ Address تباحها بعطيها إيش Label فبصير في عندي اسم للـ Address بس هذا الحكي ما ارتفهم الـ CPU هذا إلي أنا بسهل علي عملك البرمجة يعني أنا ممكن أجي أكتب هون Go to start مثلاً مثلاً مدال ما أكتب Go to Address بكتب له إيش Go to Start الأسمبلر بيعرف هاي الـ Instructions الموجودة فبيبدل كلمة Start بإيش بالـ Address فهي الـ Labels حلوة مفيدة بتقدر فعلياً هي عبارة عن Symbolic Address Symbolic Representation للـ Address يعني ببساطة هي اسم للـ Address أنا بقدر أعطي أسماء للـ Addresses بس طالما بس أنا لازم أفهم الأسمبلر فإذا كتبت كلمة في بداية السطر ابتداءاً من العمود رقم واحد يعني أول حرف لازم يكون وين في بداية السطر الأسمبلر بفهم لحاله إنه this is what a label وإنه هاي الـ Instruction بقدر أسوي لها reference عن طريق إيش اللابل هاي زي هيك أكتب GoToStart فلما تتنفذ لما يتحول الكود فمثلاً لو فطردنا إنه هاي الـ Instruction الـ Address تبحها 550 لو كان الـ Address تبحها 50 لما تخزنت في الـ Program Memory تخزنت في الـ Address 50 لما هذا الكود يتحول لـ Assembly هاي الكلمة وان رح شو رح تتبدل خمسين ورح تتحول لـ Binary كيف تمام؟ فالـ Labels مهمة جداً بتساعدني إن أكتب الكود تبعي بكل أريحية بأريحية أكتر بالذات إذا بدي أتنقل إذا بدي أتنقل خلال تنفيذ البرنامج كتابة البرنامج بدي أنا أنطمد GoTo كذا GoTo كذا بدان ما أظلي بتذكر الـ Address بتذكر مين الـ Label فهذه مكونات أي سطر بكتبه في الـ Assembly بلوغر تبعي أكيد لازم تكون الـ Instruction بالـ Opcode تبعها وبالـ Operants أزي كان موجودين وممكن أضيف Comments وممكن أضيف Label If Needed If Needed طبعاً الـ Comments مهمة جداً في الـ Code سواء إلك أو للناس اللي بده تقرأ الـ Code تبعك فعشان يدك تكون حريص أو حذر بكتابة الـ Comments الـ Comments اللي بنكتبها عادةً ليست ترجمة للـ Instruction Comment اللي بنكتبها عادةً بنكتب أنه What is the purpose of using this instruction لأنه اللي عم بيقرأ الـ Code تبعك بيعرف بـ BCF معناها بنت Clear مش تروح تكتب لي ولا BSF معناها Set Bit Number كذا طبعاً أنا عارف بس ليش استخدمتها يعني الـ Comments عادةً طوضع يعني Why did you use this? Why are you writing this? مش What is the meaning of this? عشان يتلاحظون إيش Select Memory Bank 1 ما حكالي سوي Set للـ Bit رقم 5 في الـ Status Register ما حكالي الـ Comments شو حكالي Select Bank 1 هاي نصيحة أنه When you write Comments Write Meaningful Comments أكتب Comments إيش إلها إلها شغلة العلاقة بالـ Assembler برضو زي ما حكينا الـ Assembler عادةً بتعام Different Numbering Systems اللي هم الـ Common Decimal Hexadecimal Binary Octal وبقدر أعبر عن هذا الكلام مثلاً Decimal بهذا الشكل شفناه صح Hexadecimal H أو 0x بعدها أكتبها وطريقة Octal ما هم راح تستخدم Octal ما هم لوش معنا بس الـ Assembler بدعم Octal يعني إذا بتعطيه باري بالـ Octal هو بحولها إلى binary لحالة binary برضه بحط B ASCII تعرفوا الـ ASCII بحط له G بين مثلاً الحرف أو الكلام اللي بلاحطه بـ Single Code أو ASCII كيش Single Quotes G ASCII Single Quotes واضح الفكرة؟ هاي شغلات بصيرة بتساعدني عشان أكتب الكود تبعي بتسهل علي أكتب الكود تبعي الآن في شغلات إضافية برضو بالـ Assembler بتسهل علي لسه أكتر وأكتر إلي أكتب الكود والـ Assembler Program تبعي إيشي نسميه الـ Assembler Directives Directives كلمة Directives معناها الموجهات أو المرشدات عبارة عن كلمات بادر أحطها في البرنامج تبعي حتى أرشد الـ Assembler لشيء معين أو حتى أوجه الـ Assembler لشيء معين أفهمه شيء معين من أهمهم مثلاً الـ EQU Directive الآن بدأك تنتبه This is a This is like an instruction لمين للـ Assembler مش للـ Micro Control يعني زيك أنا هاي command الـ Directive عبارة عن command لمين مين اللي بنفذه الـ Assembler ما بتفهمه CPU ما فيه instruction اسمها EQU طب شو هاي EQU عبارة عن Keyword بادر أكتب في البرنامج تبعي أنا EQU وأكتب label في بداية السطر التبعي مثلاً status لاحظ هاي label بتبلش من أول السطر شو عم بحكيله هون عم بحكيله يا Assembler يا محترم لما تشوف كلمة status في الكون التبعي هي تعادل EQU شو يعني equal أو equivalent زي بدك لـ 0X03 لما تشوف حفر C EQU it is 0 تذكروا اللي حكينا هاي شوي فأنا هون عم بفهم الـ Assembler أنا بدي أكتب لك كلمة status بالكود التبعي هستخدمها ولما تشوفها بدلها بإيش بتلاتة بدي أكتب لك حرف السي لما تشوف حرف السي لحاله تفهم إنه إيش 0 فأنا عم برشده عم بديله إنه سوي شيء معين وهذا الشيء المعين بريحني في الكتابة صح فأنا بعرف الـ Registers مرة واحدة عند إيش That's it خلص ما في داعي أظنني أتذكر كم رقم الـ Registers وكم رقم الـ Bit فهي اللي الـ Directive مهمة جدا فعادة بتلاقي معظم البرنامج رح نكتبها في بداية البرنامج بكون كاتب مجموعة من الـ Equate مجموعة من الـ Equate Statements اللي بحتاجه بعرف الأشياء الـ Labels اللي بديه أو الـ Values هذي هذول زي إيش زي الـ Defined تذكروا Defined بالـ C++ كنت أعرف Constants اشي زي هذي الـ EQ Directive مهمة جدا وضرورية طبعا هاي الـ EQ Optional انت تحدد هلا بدك يا ولا لا Directive Directive مهمة جدا وضرورية لازم تكون في البرنامج تبعي هي إيش الـ End Directive يعني أنا بروح بكتب برنامج فيه Instructions بس لازم أخط هون إيش End في النهاية طبعا هاي الـ End لا تعني إنه End the Program Execution صح؟ لأنه مين اللي بحدد النهاية تنفيذ البرنامج المايكرو كنترولر مش الأسملة طب شو هاي الـ End End what End the Assembling Process يعني لو أنت كاتب Instructions بعد الـ End ما رح يتحولوا لـ Binary ورا رح يتخزنوا لـ Program فالـ End هي عبارة عن باركتب وفاهم الـ Assembler When to Stop عملية الـ Assembler عملية التحويل لـ لـ Binance هاي النقطة مهمة جدا رح نظلنا نحكيها طلاب بلخبطه End معناها خلص تنفيذ البرنامج تنفيذ حالة Two Mods تذكر ما حكينا عملية Writing and Assembling البرنامج وعملية Executing البرنامج Executing البرنامج مين بيسوي الـ Microcontroller Assembling and Encoding and Downloading مين بيسوي الـ PC تبعا تسبب فالـ End بتحكي للـ Assembler Where to Stop عملية الـ Assembler ما إلها علاقة متى بيخلص تنفيذ البرنامج زلاني أنا هل نفذت البرنامج لسه مين بنفذ البرنامج الـ Microcontroller تبعا هاي إذا ما بتحطها الـ Assembler بيعطيك error بقولك Missing End Statement أنا مش عارف وين أوقف عملية الـ Assembler مش عارف وين أوقف ما فهي this is a must this is optional الـ Equate is constant زي ما حكاتب لي هون الـ Equate define and assembly constant زي الـ Define Directive اللي موجودة بالـ C++ Directive مهمة أخرى ORG Originate الـ Originate بكل بساطة بكل بساطة بكل بساطة بكل بساطة بقدر أستخدمها حتى أفهم الـ Assembler وين بدي أخزن الـ Following Instructions في الـ Programming Way Starting at what Address فمثلاً أنا ممكن أجي أحكي له ORG0X0000 وأبلش أكتب إيش Instructions هلأ لما يجي الـ Assembler يحول هاد الكود لـ Binary بفهم من هاي اني أنا وجهته انه الـ Instructions اللي جايين بعد هيك بلش خزنهم وين بالـ Address 0 Address 1 2 3 Sequential فإذن أنا ما بدل أستخدم هاي الـ Directive عشان أفهم الـ Assembler وين يخزن يبلج يخزن الـ Following Instructions هل هاي بتتخزن في الـ Programming Way لا ما هي مش Instructions هياش للـ Assembler ما بتفهمها الـ CPU واصل فيه لها Binary Covalent فلاش مش Instructions نعم فأتليست في الـ Programming there should be one Directive اللي هي يمين ORG000 ليه عشان أبلش أخزن من الـ Reset فيكتور Address صح ولا لا الـ Reset هلا ممكن يكون عندي أكتر من الـ Directive ما فيش originate الـ Directive فممكن مثلاً هون أجل أحط ORG0X0006 فمثلاً هون وقفت عن تلاتة الـ Assembler لما يجي يحول الكود بيعرف إنه هدول رح يتخزنوا من صفر للتلات واللي بعده رح يتخزن من ستة وهكذا فهو زي كأنك انت بتقدر تستخدم الـ originate Directives هدول عشان يتحدد كيف توزيع البرنامج في الـ Program Memory والله خزن لي هذا الجزء starting from this address خزن لي هذا الجزء from this address خزن لي هذا الجزء from this address فممكن يكون فيه أكثر من originate Directive في البرنامج حتى أنا أوزع الكود تبعي في الـ Program Memory بالطريقة المناسبة وهذا رح يشوفه في الـ Examples في الـ في هدول some of the Directives اللي موجودة بالـ Assembler فيه Directives أخرى بتتعرف عليها بالـ Lab يعني مثلاً فيه C Block Directive فيه Macro Directive هدول بتشوفهم بالـ Lab فيه كتير داريس ها؟ وين؟ قديمة شايلهم أنا هي قديمة شلتم عشان ما أساوي confusion لأني ما بستخدمهم خلال الكورس بس فيه End C اللي هي الـ End Macro أو الـ End C Block وفيه End M اللي هي End Macro بس أنا لأني ما بستخدمهم بالكورس اللي سخل عندك قديمة شايلهم بس بالـ Lab بتتعرف عليهم بس انت فهم شو عن الـ Directive اللي بهمني في هاي المرحلة اللي بهمني في هاي المرحلة انك تفهم الفرق بين Directive و Instruction Directive مالها مش للـ Microcontroller اشي للـ Assembler بوجهه يفهم شيء معين يسوي شيء معين طبعا هاد السلايد عادةً بخليه بعدين بس هاد السلايد بوجيني كيف ممكن أنا مكونات أي برنامج بكتبه sections بالبرنامج بكتبه يكون في عندي main program يكون عندي code للـ Initialization code للـ Memory Allocation code للـ Sub-Protein Intra-Service Protein فبرتب الكود تبعي sections تبعي عادةً هذا الـ Convention المنتبع حتى سوي هذا الكلام بحتاج للـ Originate Directive مثلاً أو للـ Other Directive المنتبع حسناً أي سؤال؟ هو هاد البرنامج سهل بس رح نخليه إلى المرة الجاي في عنا واحد في عنا three examples كأنه في عنا two programs بسيطات وتافهات نشرحهم المرة الجاي عشان تكون الصورة كاملة إلا زي قاطوني ربع ساعة ربع ساعة كثير فلا خلص المرة الجاي إن شاء الله سبوع الجاي بنبلش نحكيهم ممكن مخاضرة بالكثير نشرح two examples مهمات هذول two examples على بساطتهم لما بعلموني structure تبع البرنامج بشكل three questions هل نأخذ غياب الشباب اللي أونلاين دخل واللي بالقاعة أعطيني رقمك إنترطان إيس خط السكر شكراً 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 01-13-13-17-15-15-15-15-30-20-15-15-15-20-25-17-15- last week ترجمة نانسي قنقر